السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات مع لقاء جديد في لقاءات مجلس التفسير ومع الآية السابعة والخمسين من سورة البقرة فحياكم الله وأهلا وسهلا بكم ونسأل الله أن تكون هذه الدقائق في ميزان حسناتنا وحسناتكم جميعا إن شاء الله تعالى ورحب بالمشتركين الجدد الذين انضموا إلى قناة ميسك حياكم الله وكما أسلفت يمكنكم أن تحضروا وتراجعوا وتشاهدوا جميع المجالس السابقة بالذهاب إلى البلايليست إلى موضوع تفسير سورة البقرة ومراجعة الآيات من سورة الفاتحة إلى الآيات السابعة والخمسين هذا اليوم إن شاء الله تعالى إذن كما قلنا أيضا في اللقاء السابق سنضيف دقائق بعد الانتهاء من كل درس في الرد على أسئلة المشاهدين والمشاهدات والتي بدأناها في الأسبوع الفائت وفيها شيء من التواصل وشيء من إن شاء الله الإجابة على تساؤلات واقتراحات واستفسارات الإخوة المشاهدين والمشاهدات الأمر الآخر أتمنى على الإخوة الذين يضعون عدم إعجاب بما نقدمه في قناة ميسك أن يكملوا المعروف وأن يخبرون ما الذي أخذوه علينا ووضعوا بسبب ذلك عدم الإعجاب أو الديسلايك حتى إن شاء الله نتفادى إن كان هناك شيء يمكن أن يتفادى نتفادى إن شاء الله تعالى ورحم الله مرئا يعني أهدى إلينا عيوبنا كما يقال إن كان هناك شيء فحقنا عليكم أن تخبرون به حتى نصلحه إن شاء الله تعالى إذن كما قلت الآية السابعة والخمسين قوله تعالى وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَةِ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وظللنا لا شك أنها العطف وهي عطف على قوله تعالى في الآية السادسة والخمسين ثم بعثناكم إذن هي عطف على بعثناكم وفيها أيضا لفتة تربوية فبعد أن ذكر الموت والصعق والبعث يعقبه بذكر العطاء وهذا شأن الرحيم الذي يربي مربوبه على تقبل الدروس التربوية والعقاب التربوي إن صح التعبير الذي يكون مغلفا بغلاف الرحمة كما قلنا في الدروس السابقة الآن متى حصل هذا العطاء هل كان بعد الصعق أم قبل الصعق هناك أقوال وروايات وحقيقة ليس هناك ما يدل على التوقيت والله تعالى أعلم ذلك نبقيها على ما هي أن الله عز وجل أعطاهم وأنعم عليهم بنعمتين نعمة الظل ونعمة المن والسلوى الآن من نحية اللغوية لماذا لا نستطيع أن نحدد لأن العطف بالواو لا يفيد ترتيبا كما درسنا وتعلمنا في دروس النحو والبلاغة ثم أيضا سؤال آخر هل هذان الأمران حدثا سوية أم كانا متفرقين أيضا لا نعرف ليس هناك ما يدل ما تقوله التوراة أشياء كثيرة لا دليل عليها لكن هم يفرقون بين التضغيل وبين المن والسلوى وأظن هذا لا يعنينا ولن يفيد في موضوع التفسير حقيقة أي شيء الآن تقول الروايات أن المن كان ينزل صباحا والسلوى كانت تنزل مساءا بحيث ينزل ما يكفي كل شخص ليوم وليلة وهذا لا شك عطاء ما بعده من عطاء وهو أيضا استكمالا لتفسير قوله تعالى وفضلناكم على العالمين الآية التي شرحناها وقلنا كل ما بعدها من وإذ 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 هي نماذج لهذا التفضيل نماذج لهذه المعاملة الخاصة والتي شرحتها مفصلة في تلك الآية المن قيل في المعجم هي مادة مثل الدقيق المبلول فيها شيء من الصمغ مادة صمغية طعمه فيه حلاوة تميل أحيانا الحموضة لونه أبيض يميل إلى الصفرة ولم يكن يعرف من قبل لبني إسرائيل كان يسقط عليهم ندا كالجليد على الأرض يشبه بذور الكزبرة طعمه حلو وهذا كان طعامهم فترة أتيه والله تعالى أعلم أما السلوة فهي طائر هذا الطائر طائر بري لذيذ اللحم سهل الصيد كانت تسوقه لهم ريح الجنوب كل مساء فيمسكونه باليد الله تعالى يقول كلوا من طيبات ما رزقناكم هذا مقول قول محذوف لماذا؟ هل المخاطبين في الآية حين نزل القرآن هم الذين أمروا أن يأكلوا؟ قطعا لا وإنما أمر الذين كانوا مع موسى عليه السلام فدل على أنه من بقية الخبر عن الأسلاف وليس جملة استئنافية قوله وما ظلمون فيه تعريض بمذمتهم إذ أنهم قابلوا الإحسان بالكفران وفيه تعريض بغبائهم لأنهم ابتعدوا عن الشكر نكاية بالمنعم وهم إنما يوقعون النكاية بأنفسهم الله لن يضر لذلك هذه العاطفة التي في الآية عطف على ما قبلها فهي من أحوال بني إسرائيل وقد ألمحت الآيات السابقات أن ظلما قد حصل وأنتم تذكرون هذه النماذج إذن وما ظلمون وإنما أوقع الظلم على أنفسهم نأخذ نماذج من هذه الآيات التي كانت تقول أنهم ظلموا راجعوا معي قوله تعالى ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون إذن وما ظلمون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون أيضا قوله إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل يعني كل هذا عذاب جررتموه إلى أنفسكم وليس ظلما لأحد ما ولا لله سبحانه وتعالى وهذا أيضا من مثال الجزاء من جنس العمل كما كان يأتي في الآية مثلا وما يخدعون إلا أنفسهم تظنون أنكم تخدعون أحدا سواكم ولكن الفعل ينعكس عليكم نلاحظ في هذه الآية أن الله عز وجل غير الأسلوب الأسلوب البلاغي إذ انتقل من خطاب بني إسرائيل إلى الحديث عنهم بضمير الغائب وهذا هدفه أن يكون الكلام موعظة من حالهم للمؤمنين وتعريضا أنهم متمادون في غيهم وليسوا مستفيقين من ضلالتهم بحيث لا يقرون بأنهم ظلموا أنفسهم الآن ما هو هذا الظلم الذي أوقعوه على أنفسهم لا شك كل ما حدث في هذه الصفحة من سورة البقرة هو ظلم لأنفسهم أيضا ضجرهم من مداومة أكل المن والسلوى الذي تتحدث عنه الآية وستتحدث عنه الآيات بعد قليل وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد هذا أيضا من الظلم الذي أوقعوه على أنفسهم إذن هذه الآية تسجل بشكل واضح وبعنوان عريض قلة الشكر هؤلاء على نعم الله تعالى وعنايته بهم قال تعالى ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فإياك أخي الحبيب أن تقع فيما وقع فيه السابقون بأن تظلم نفسك بمعصيتك لله وأن تظلم نفسك بأن تترك الشكر على النعمة وأن تظلم نفسك عندما تركز على النعمة وتنسى المنعم إذلك دائما شعارك كمؤمن أن تقول دائما الحمد لله أنت ترجع الفضل إلى الله دائما وأبدا ختام الآية ولكن كانوا أنفسهم يظلمون أنفسهم يظلمون ما الذي فعل هنا من ناحية البلاغية قدم المفعول على الفاعل والفعل وهذا يا إخوة تعبير بليغ من أجل الإتيان بصيغة القصر يعني وكانوا أنفسهم يظلمون لا غيرهم لا غير أنفسهم فحصل القصر من خلال جمع النفي مع الإثبات إذن فيه تقديم المفعول على الفاعل والفعل وهذا من أجل الإتيان بصيغة القصر كيف حصل القصر من خلال الجمع بين النفي والإثبات ثم التأكيد بالتقديم وما ظلمون هذا النفي ولكن كانوا أنفسهم يظلمون هذا الإثبات وقدم المفعول على الفاعل والفعل وهذا هو التقديم هذا من أرقى درجات أسلوب القصر آية جميلة فيها تلخيص فيها عبرة فيها موعظة فيها إشارة خفية لنا أن لا ننسى نعم الله عز وجل وإن طالت أو قصرت دائما نركز على المنعم وليس فقط على النعمة أظن هذا إن شاء الله يعني يكفي في هذه الآية ونلتقي بعد الفاصل إن شاء الله مع الرد على أسئلة المشاهدين والمشاهدات فكونوا معنا ورد سؤال من أحد المشاهدين على صفحة قناة ميسك على الفيسبوك يقول يا إمام ما الفرق بين قوله تعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف ماذا يقول فانتهى ولا يقول فتابة أقول لشك دائما أي كلمة تأتي في الآيات لابد أن نعرف السياق فانتهى هذه جاءت في آيات الربا وأيضا جاءت في سورة الأنفال قل للذين كفروا إي ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف لاحظوا في الآيتين هناك حدث على أرض الواقع هناك عمل هناك فعل في الآية الأولى موضوع التعامل بالربا وأخذ أموال الناس بالباطل واستغلال حاجة الناس وفي الآية الثانية آية الأنفال الكلام عن المعارك والفتن والمؤامرات التي كانت تحاك ضد المسلمين ويناسب هذا الأمر أو يناسب هذين الحدثين أن تأتي بكلمة فيها قوة فيها جرس للأذن ليس توبهنا المخصوى إنما لابد أن تتوقف مباشرة وتنتهي فمن جاءه موعدة من ربه فانتهى الانتهاء أقوى في الردع في الزجر لابد أن تتوقف مباشرة دون شرط أو قيد وكذلك آية الأنفال قل للذين كفروا إي ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف يجب أن تغير وتبدل وتقف وتأمر أن توقف جميع المؤامرات التي تحاك ضد الفريق الآخر لا شك السياق يتطلب كلمة قوية وليس قضية تربوية إيمانية أنه في توبة وفي لا لا في انتهاء لأعمال على أرض الواقع لابد أن تقف وتعلن في المجتمع كما يقف المرابي بأن يرجع الحقوق إلى أصحابها يقف المعادي بأن يذعن وعلى الأقل يقول أنا محايد لن أتدخل سلبا ولن أتآمر ولن أحيك المؤامرات والكيد والبلاء ضد المسلمين سؤال ثاني جاءنا من الأخ الكريم أخ سند يقول بيع المرابحة ما الفرق بينه وبين الربا أخي الحبيب سند بيع المرابحة الفرق بينه وبين الربا هو وجود السلع لاحظ آية البقرة التي ذكرناها قالوا إنما البيع مثل الربا الله يرد عليهم وأحل الله البيع وحرم الربا إذن لو كان سواء ومتشابهين لما كان هذا حرام وهذا حلل إذن هناك فرق الفرق أن البيع فيه سلعة بمال مع زيادة مشروطة والربا هو مال بمال مع زيادة مشروطة الفرق العملي في موضوع المرابحة والبيع والربا أنك في المرابحة والبيع تشغل الاقتصاد أنت عندما تبيع هناك من اشترى سلعة هناك من فتح محل لبيعها وظف أشخاص ليعملوا في المحل هناك مصنع أنتجها هناك سائق نقلها هناك فريق ركبها إذن في عجلة الاقتصاد تتحرك الكل يعمل الكل يستفيد الكل يبيع وبالتالي الفائدة تعمل جميع وليس هناك لا البيع والتجارة تؤدي إلى الإنتاج والتصدير وبالتالي الاقتصاد يتقوى وليس هناك أن تراجع موضوع خاص على قناة ميسك سمنا في تفصيل كبير لهذه المسألة إن شاء الله سؤال الآخر جاءنا من أخت كريمة تتكلم عن الطلاق المعلق زوج يقول لزوجته إن فعلت فأنت طالق فذهبت وفعلت طبعا لا شك في هذه القضايا لا يجاب على الهواء جواب عام ولا فتوى عام ولكن هناك ضوابط للإجابة لا بد أن يسأل الزوج عن قصده هل كان يقصد التهديد فقط للتخويف أم نوى الطلاق حقيقة العلماء وخاصة علماء الشام ومصر راعوا مصلحة الأسرة والوضع النفسي للناس هذه الأيام فقالوا إذا لم يكن يقصد الطلاق فتوى أنها يمين وعليه أن يكفر باليمين يعني ينتبه الزوج وتنتبه الزوجة هذه القضايا لا مزح فيها ولا هزل التلفظ بكلمة الطلاق ليس هينا لها حرمة لها هيبة فنقول للأخوات إن حكي الزوج أن لا تفعل لأنك إن فعلت تكون طالق لا تفعل لماذا هذا العناد أو هذا التحدي ثم تهدأ النفوس ثم تحلي المشكلة إن شاء الله سؤال آخر جاء على أيضا صفحة قناة ميسك على الفيسبوك يقول السائل يا أخي الرواية الثابتة في حديث حدث عن بني إسرائيل ولا حرج تقدم عند التعارض أنا لم أفهم مقصدك من قولك الرواية الثابتة كما جاء أنا من القناة لكن كأنك تعلق على حلقة التي قلناها في المجلس الأول عندما تكلمنا في مقدمات في علم التفسير لا الحديث أخي موجود وأنا تكلمت عن هذا التي فسرت تفسيرا بعيدا عن مقصدها ومعناها الله عندما ذكر لنا الأسابقين في القرآن ذكر لنا وخاصة بني إسرائيل أنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه يحرفون الكلمة من بعد مواضعه كانوا يزورون في دينهم كانوا يخفون أشياء ونصيبا من كتبهم كانوا يؤمنون في الصباح ويكفرون في المساء إذن حاكوا المؤامرات في دينهم على بعضهم البعض فهل يؤمن هؤلاء أن ننقل عنهم عقيدتنا وديننا هذا كان معرض الكلام وخاصة في التفسير لن نأخذ بالإسرائيليات أبدا لسنا بحاجة لها أبدا لأنه لا يثق بما يروي هؤلاء لأن الله أخبرنا أنهم يحرفون ويبدلون ويغيرون أما الحديث نعم الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود عن أبي هريرة بلفظ هو حدث عن بني إسرائيل ولا حرج أيضا رواه الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عمر بلفظ بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار هذا نص حديث ابن عمر في البخاري المعنى على كل سواء رواية أحمد أو رواية البخاري هو واحد أنه يجوز للمسلم أن ينقل كلامهم وأخبارهم الموجودة في كتبهم دون أن يأخذها في التفسير تأخذ أنت رواية تقول هكذا قيل عنهم كذا أما لا تتبنىها في التفسير لا تتبنىها في القرآن الكريم هذا الذي قصدته أنا من كلامي أنا أقول لا نريد هذه القصص ولا هذه الزيادات وخاصة في قصص الأنبياء وقصص السابقين وبالتالي في هذه المتاهة الإمام مالك ماذا يقول قال يجوز التحدث عنهم بما كان من أمر حسن أما ما علم كذبه فلا وهذا ما نقوله أمر حسن يعني شيء جيد في المعاملات في السلوك في المعاملات أما في تفسير القرآن أبدا لم يقل أي عالم أن نأخذ ما يقولونه كتفسير للقرآن يقول الإمام الشافعي من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيز التحدث بالكذب فالمعنى حدثوا عن بني إسرائيل بما لا تعلمون أنه كذب وأما ما تجوزونه فلا حرج عليكم في التحدث به عنهم تأخذ هذا في التفسير والعقيدة أبدا ولكن في المسلكيات في قصص مثلا الترغيب والترهيب والله في الورع في هناك قصص فيها معاني تربوية جميلة لكن ليس في العقيدة ولا في التفسير أظن أوضحت يعني قصدي من كلامي عندما قلت لا نريد أن نأخذ عنهم أي شيء يتعلق لا بأحكامنا ولا بتفسير القرآن الكريم أتمنى إن شاء الله أن نكون أوضحنا وأجبنا على أسئلة المشاهدين ومن عندها أو من عنده أي سؤال الرجاء التواصل معنا على إيميل القناة misc.center.yahoo.com اللينك موجود تحت هذه الحلقة إن شاء الله أستودعكم الله نلتقي إن شاء الله قريبا في مجلس جديد من مجالس التفسير دعواتكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر